الله سبحانه وتعالى كان الملجأ والسند من قسوة الأهل في قصة حياة سيدنا إبراهيم فتنة شديدة على الإبن والبنت لو مصدر السند والدعم والنماء يكون هو مصدر الإيلام والإيذاء صعب جدا أن اللي أنا بشوف نفسي بعيونه المفروض أشوفها كبيرة كنت دايما بشوفها نفس صغيرة لا تستحق الاهتمام ولا الرعاية إزاي الطلب مني بعد كده أحترم نفسي أو أقدم فروض التقدير والولاء والطاعة بعد ما اكتشفت إن ما كان يحدث معي من تربية في الصغر لم يكن تربية ونماء إنما كان إهانة وإيذاء فتنة كبيرة أعفو ولا انتقم ولا أرحل ولا أتصالح مع ما حدث وأسمو فوق الانتقام كلها اختيارات واختبارات أمام الابن أو البنت اللي واقف أمام باب فتنة قسوة الأهل